كذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة بدل كافة الجهود لمنع الاعتداء على رفح الفلسطينية وممارسة الضغوط على كلا الطرفين لوقف إطلاق النار وقال مدبولي أن أي اعتداء على رفح سيؤدي إلى نزوح آخر يضغط على مصر لعبور حدودها وأكد أن استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم للنازحين ولكن من الناحية السياسية سيساهم النزوح في إنهاء القضية الفلسطينية ونزوح كامل للشعب الفلسطيني أهم علينا فعله اليوم هو أن نبذل قصار جهدنا لتفادي أي اعتداء على رفح لأن الوضع في رفح اليوم هو أنه لدينا أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزح من شمال ووسط غزة إلى رفح بالإضافة بالطبع إلى 150 ألف ساكن في مدينة رفح أي نتحدث عن ما بين 1.3 مليون و1.4 مليون شخص في مدينة رفح وعلى الحدود ما بين غزة ومصر أي اعتداء أو هجم على هؤلاء سيمثل كارثة بكل من للكلمة من معنى وهذا أقل ما يقال عن الوضع وبالطبع هذا سيؤدي إلى نزوح ثاني لهؤلاء الأشخاص الذين سيسعون للانتقال إلى أي مكان آمن آخر وقد يعني ذلك أن يضغطوا على مصر لعبور الحدود نحو مصر ونحن في الحكومة المصرية من الناحية الإنسانية بالطبع نحن جاهزون لتزويدهم بأي دعم هم بحاجة إليه ولكن من الناحية السياسية هذا سيساهم في إنهاء القضية الفلسطينية ونزوح كامل لشعب الفلسطيني اشتركوا في القناة